كيف تعمل التأشيرة الذهبية في البرتغال؟ يوضح هذا الفيديو كيف يتعامل الفيزا الذهبية في البرتغال بما في ذلك التكلفة والفوائد ووقت المعالجة برنامج تأشيرة الذهبية في البرتغال هو تذكرة دخول بدون تأشيرة إلى دول شنغين الجزء الأفضل هو أنه ليست هناك حاجة للانتقال بعد خمسة سنوات يمكن أن تصبح مواطناً بالبرتغال مواطناً من الاتحاد الأوروبي الإقامة الفعالة غير مطلوبة إنها بوابة فريدة للحرية إنه ملاذ آمن يحمي من عدم الاستقرار السياسي ما هو تعرف وتاريخ برنامج تأشيرة الذهبية في البرتغال؟ ما هو برنامج تأشيرة الذهبية في البرتغال؟ برنامج التأشيرة الذهبية في البرتغال هو برنامج تأشيرة مستثمر صمم لجذب رأس المال الأجنبي ورجال الأعمال في مقابل الحصول على الإقامة وبعد خمس سنوات من الحصول على الجنسية أطلقت البرتغال برنامج 2012 واليوم جذب البرنامج أكثر من 4.4 مليار يورو وتم استثمار أكثر من 7200 مستثمر 95% من هذا المبلغ تم استثماره في العقارات يجب على المتقدمين الاستثمار في العقارات بمبلغ لا يقل عن 500 ألف يورو لمدة خمس سنوات غالبية المتقدمين يأتون من الصين تليها البرازيل وجنوب أفريقيا وتركيا وروسيا ولبنان كيف أحصل على تأشيرة ذهبية للبرتغال؟ من هو الشخص المؤهل للحصول على تأشيرة ذهبية؟ يمكن فقط للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي التقدم بطلب للحصول على تأشيرة ذهبية لا يتم قبول مواطنين الاتحاد الأوروبي في برنامج تأشيرة المستثمر البرتغالي يجب الحفاظ على الاستثمار لمدة خمسة سنوات يجب على المستثمرين أن البقاء في البرتغال لمدة سبع أيام على الأقل في السنوات الأولى وأربعة عشر يوما على الأقل في السنتين التاليتين إنها ميزة فائقة وفريدة للمستثمرين الذين يعيشون في بلدان غير أمينة وغير مستقرة هل الإقامة الدائمة مطلوبة؟ كثير من المستثمرين من جنوب أفريقيا ولبنان وروسيا والمملكة العربية السعودية ومصر وليبيا وما إلى ذلك ليس لديهم نية للخروج من وطنهم على الفور الآن لكنهم يبحثون عن خطة بديلة في حالة وقوع حدث غير متوقع أو توارئ إنهم يبحثون عن خيار في حالة حدوث ثورة أو اترابات اجتماعية أو أي حالة طارئة أخرى وهناك تأشيرة مستثمر أخرى على سبيل المثال مالطا وإيطاليا وسويسرا والتي تفرض وجودا ماديا دائما لمنح تصريح الإقامة وهذا هو السبب في أن البرتغال جذاب للغاية لجميع المستثمرين الذين يبحثون عن الخطة البديلة ما هي متطلبات الاستثمار؟ لدى المستثمر حرية اختيار أحد الاستثمارات التالية أولا تحويل ما لا يقل عن مليون يورو إلى صندوق الاستثمار اثنان عليه خلق عشر وظائف جديدة على الأقل ثلاثة إنه مجاني عند شراء عقار لا يقل عن خمسمائة ألف يورو أربعة يمكنه استثمار ثلاثمائة وخمسين ألف يورو في عقار عمره ثلاثون عاما يقع في منطقة إعادة تأهيل حضرية أو في مشاريع علمية أو في مشاريع تدعم التراث الثقافي الوطني أو صندوق الاستثمار أو المشروعات البيئية خمسة منذ عام 2018 يمكنك استثمار ثلاثمائة وخمسين ألف يورو في صندوق استثمار منظم بالكامل تم اختيار فقط خمسة عشر مستثمرا من أكثر من سبعة ألاف ومائتين وثمانية في الثامن وعشرين من فبراير 2019 من برنامج خلق عشرة وظائف وفي النهاية يستثمر جميع المستثمرين في العقارات المربحة في العاصمة تلشبونة وفارو وفي المناطق السياحية وبناء على التأشيرة الذهبية البرتغالية تزداد أسعار العقارات في البرتغال بنسبة عشر بالمائة إلى اثنى عشر سنويا تعد الاستثمارات العقارية في المدن الرئيسية فرصا استثمارية جذابة للغاية أخر ثلاث سنوات زادت صناعة السياحة بنسبة خمسين بالمائة يستطيع المستثمرون التأشيرة الذهبية المشاركة في سوق تأجير الإيجارات القصيرة الجذابة جدا للسياح الذين يحققون إرادات تأجير بنسبة خمسة بالمائة إلى عشر بالمائة سوق العقارات في البرتغال مزدهر المستثمرون البرتغاليون لا يجلبون أموالهم للبنوك بعد الآن يفضل المستثمرون البرتغاليون الاستثمار في العقارات اسمحوا لي أن أقدم لكم آخر الحقائق والأرقام الرسمية حول برنامج التأشيرة الذهبية بتاريخ 28 فبراير 2019 الموافقات على التأشيرة الذهبية يبلغ 7208 عدد أفراد الأسرة الذين لديهم التأشيرة الذهبية يبلغ 12254 إجمالي ما مجموعه 4.4 مليار يورو دخلت البرتغال ثم استثمار 4 مليارات يورو في العقارات اختار مستثمرون الفيزا الذهبية والتي يبلغ عددهم 6804 من إجمالي 7208 الاستثمار العقاري من يحب امتلاك الفيزا الذهبية البرتغالية بشكل أكبر؟ رقم 1 هي الصين مع 4159 من المتقدمين رقم 2 هو البرازيل برصيد 695 رقم 3 هو تركيا برصيد 317 رقم 4 هو جنوب أفريقيا مع 281 المتقدمين رقم 5 هو روسيا مع 248 من المتقدمين كيف يعمل خيار صندوق الاستثمار بالتأشيرة الذهبية البرتغالي بمبلغ 350 ألف يورو منذ عام 2018؟ يمكنك استثمار 350 ألف يورو في صندوق الاستثمار بالتأشيرة الذهبية البرتغالية الخاضع للتنظيم بالكامل مما يوفر حلا سريعا للاستثمار مع عوائد عالية سوف يستثمر صندوق الاستثمار في العقارات التي يسهل بيعها ويسهل تأجيرها والتي تتوقع أرباحا أكثر من 6% سنويا لا توجد مناطق رمادية في هذا البرنامج إذا كنت تستثمر فستتلقى خيار النقل في أي وقت معين وبعد خمس سنوات سوف تتلقى الجنسية البرتغالية مع جواز سفر الاتحاد الأوروبي كيف تكون مستثمرا عقاريا ناجحا في البرتغال؟ عانى سوق العقارات بسبب الأزمة المالية في عام 2008 ومع ذلك هناك طلب كبير على العقارات من 500 ألف يورو وأكثر لدى المستثمرين الذين يشترون العقارات في العاصمة لشبونا إمكانات نمو هائلة ينصح بشدة بحضور على النصيحة للمستثمري التأشيرة الذهبية للتمييز بين عقارات العطلات على ساحل البرتغال وممتلكات المدينة الموجودة في المدن الرئيسية يمكن للجميع شراء العقارات في البرتغال لا توجد قيود على جنسياتك أو إقامتك الاستثمارات العقارية في وسط المدن الرئيسية هي الاستثمارات الأكثر جاذبية هل يمكن للأجانب الحصول على قرض عقاري في البرتغال؟ للحصول على قرض التأشيرة الذهبية في البرتغال يجب عليك أن تطلب ذلك من البنوك المحلية الواقعة بالقرب من العقار لا توجد قيود على الأجانب ومع ذلك لا تزال بحاجة للحصول على رقم تعريف دافع الضرائب البرتغالي TIN أولاً هل يجب علي تعيين محام للحصول على برنامج التأشيرة الذهبية 2019؟ إن أشراك محام برتغالي سيجعل حياتك أسهل أثناء وقت تجهيز تأشيرة البرتغال الذهبية ويحميك من الدخول في معاملات مبالغ فيها يتطلب قانون الضرائب البرتغالي تعين ممثل ضرائب برتغالي يتم تضمين المحامين المحليين في تسعير الديناء ضعف اعتبارك أن سماسيرة العقارات في البرتغال يعملون لصالح البائع هم في حالة تضارب في المصالح يتم تضمين عمولاتهم في سعر البيع يكون لدى السماسيرة العقاريين دوافع قوية لبيع العقارات بأكبر سعر ممكن الاستعانة بمحام قد يكلفك ثروة في نهاية البرنامج أنت بحاجة إلى شخص محلي على دراية بسوق العقارات لأن الطلب على العقارات الضخم أنت بحاجة إلى شخص الآن لإدارة أمورك شركة كابوتو أند بارتنرز هو عضو في شبكة المحامين الدولية بناء على الطلب سأوصي بمحامي عقارات برتغالي موثوق به أعرفه منذ سنوات عديدة إذا كنت بحاجة إلى مساعدة من محام برتغالي عادل ومختص ومستقل يسعدني أن أحيلك إلى أخصائي ومن المرجح أن يكون السعر أكثر تنفسية ويمكنك أن تتوقع دعما شخصيا أفضل وأكثر إن وجود ممثل محلي مستقل لإيجاد أفضل استثمار عقاري لك هو أمر حاسم للغاية الاستثمار الناجح سوف تدفع بعض الأموال باليورو مقدما ولكن من المحتمل أن تدخر أكثر من ذلك بكثير عن طريق شراء عقار أفضل بسعر أقل كيف تعمل عملية التقديم؟ يجب تقديم طلب عبر الإنترنت ستوفق الشؤون الداخلية لأمور الهجرة واللجوء على طلبك وتدعوك لإجراء مقابلة عادة يتم تقديم الطلب من قبل محام قد يستغرق الأمر ما يصل إلى خمس أشهر للموافقة من الناحية النظرية يمكنك تقديم طلب التقديم الخاص بك ولكن لا أوصي بذلك إذا لم تكن معتادا على اللغة البرتغالية الرسوم القانونية ليست ضائلة ولكنها أرخص بكثير من ارتكاب بعض الأخطاء الرسمية والاستثمارات الخاطئة مع إمكانية التعرض للرفض من المتوقع أن تدفع حوالي 30 ألف يورو مصاريف قانونية شاملة لشركة محامات دولية كبيرة لجميع أفراد الأسرة الذين سيحصلون على التأشير ولكن معنا يتم تضمين الرسوم القانونية في أسعارنا الشاملة نحن نعمل ونتعامل مع زعيم الصناعة البديل الجديد هو الاستعانة بمحام مستقل يتحدث الإنجليزية منتخاصص في قانون الهجرة في البرتغال والعقرات والتأشيرات الذهبية إذا كنت بحاجة إلى مساعدة من محام برتغالي عادل ومقتص ومستقل يسعدني أن أحيلك إلى أخصائي ومن المرجح أن يكون السعر أكثر تنافسية ويمكنك أن تتوقع دعما شخصيا أفضل وأكثر بعد الموافقة يتعين عليك دفع رسوم موافقة قدرها 527 ألفا واربعمائة واربعون يورو لكل مقدم طلب وفي غضون عشرين يوما ستتلقى بطاقة إقامة صالحة لمدة عام واحد العام الأول تمنحك بطاقة الإقامة إمكانية الوصول بدون تأشيرة إلى دول شنغن يجب أن تخضي سبعة أيام على الأقل خلال السنة الأولى في البرتغال شهر واحد قبل انتهاء صلاحية بطاقة الإقامة الخاصة بك تحتاج إلى اجتياز عملية التجديد تتكون عملية التجديد من الحصول على البيانات الحيوية ودفع رسوم قدرها 263 ألفا وسبعمائة وعشرون يورو لكل مقدم طلب بالإضافة إلى الرسوم البيروقراطية البسيطة السنة الثانية إلى الثالثة بطاقة الإقامة الجديدة تكون صالحة لمدة عامين خلال هذه الفترة يجب أن تكون في البرتغال لمدة أربعة عشر يوماً قبل نهاية فترة الثلاث سنوات سوف تكون هناك عملية تجديد السنة الرابعة إلى الخامسة ستصبح بطاقة إقامة جديدة صالحة لمدة عامين مرة أخرى يجب عليك البقاء في البرتغال لمدة أربعة عشر يوماً على الأقل متتالية أو متقطعة دعوني أشرح لكم تحديثاً هاماً قد حدث بالقوانين وفقاً للقانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ قبل أشهر قليلة في البرتغال فإنك تحصل على الجنسية بعد خمس سنوات فقط وليس ستة سنوات كما كان من قبل بعد خمس سنوات يحق لك الحصول على الجنسية البرتغالية مع جواز سفر الاتحاد الأوروبي جمع الرقم الضريبي وفتح حساب مصرفي بالبرتغال بصفتك غير مقيم لفتح حساب منكي تحتاج إلى رقم ضريبة البرتغالي لما أنك بحاجة إلى ممثل برتغالي يتعامل مع السلطات الضريبية على أي حال فإن تعين محام سوف يساعد كثيرا يمكنك استخدام عنوان المحام الذي يمثلك العنوان المحلي ضروري للحصول على الرقم الضريبي ما هي الوثائق التي تلزمك للبدء بالحصول على التأشيرة الذهابية البرتغالية أنت بحاجة إلى جواز سفر صالح تحتاج إلى طوابع دخول تظهر وجودك في البرتغال أنت بحاجة إلى تأمين صحي صالح يغطي إيقاماتك في البرتغال ابدأ مبكرا في جمع مستخرجات سجلات الشرطة في بلدك الأصلي وبلدان إقامتك السابقة اعطاء الإذن إلى دائرة الشؤون الداخلية للهجرة لجمع السجلات الجنائية أنت بحاجة إلى بيان محلف يعلن فيه أنك قادر ومستعد على القيام بالإستثمارات أنت بحاجة إلى وضع جيد مع نظام الضرائب والجمارك والضمان الاجتماعي احتفظ بالإيصال الذي دفعته مقابل رسوم معالجة الطلب أنت بحاجة إلى المستندات التي توضح أن استثمارتك قد انجزت يجب أن تتم ترجمة جميع المستندات التي يتم إنشاؤها خارج البرتغال وإدفاء الشرعية عليها من قبل كاتب عدل وتصديقها بشكل كبير من خلال اتفاقية التصديق أو من قبل السفارة المختصة يمكن أن تكون جمع المستندات غير ذات فائدة ولكن يمكن أن يساعد المحامي ذو الخبرة الدولية في تقنين وترجمة الوثائق الدولية ما هي الفائدة من التأشير الذهبي للبرتغال؟ لقد وجدت 17 ميزة للحصول عليها يمكنك السفر والإقامة في البرتغال في أي وقت ودون تأشيرة ليس هناك حاجة لانتقال البرتغال هي بوابتك إلى أوروبا إنها ملاذ آمن لعدم الاستقرار السياسي يمكنك العيش والعمل في البرتغال مع عائلتك ستستفيد من عائد مرتفع من العقارات الخاصة بك التي تبلغ 10% إلى 12% كل عام يمكنك تحقيق 5% إلى 10% داخل إيجار قصير الأجل سنوياً من السياح في لشبونا يمكنك الاستفادة من فرص التخطيط الضريب الفريدة سوف تستمتع بمناخ ممتاز وتكليف معيشة منخفضة للغاية يمكنك الاستفادة من نظام رعاية صحية متطور يمكنك التمتع بالنظام تعليمي برتغالي ممتاز لأطفالك تقدم بطلب للحصول على الجنسية وجواز السفر بعد 5 سنوات تقدم حالة الإقامة غير المعتادة مزايا ضريبية مهمة يمكنك السفر بدون تأشير إلى جميع دول شينغين الـ 26 هناك روابط تواصل ممتازة مع 278 رحلة يومية من البرتغال معدل الجريمة منخفض جداً إنها أمم معولمة وهادئة نوعية الحياة عالية جداً اللغة الإنجليزية شائعة جداً بين الأجيال الشابة إذا أعجبك الفيديو اضغط على الزر أعجبني تأكد من عدم فقدان مقاطع الفيديو الجديدة والاشتراك في قناتي على اليوتيوب الآن انقر فوق زر الاشتراك مع تفعيل زر الجرس يمكنك دخول البرتغال في أي وقت الوجود المادي ليس شرطاً تفرض برامج إقامة التأشيرة الذهبية الأخرى وجوداً مادياً مع فرض ضرائب عادية ولكن ليست للبرتغال يمكنك أنت وعائلتك العيش والعمل في البرتغال من خلال الوصول إلى نظام الرعاية الصحية والتعليم وفقاً للمعايير الأوروبية وسفر بدون تأشيرة في منطقة شينغين حيث ستتمتع بحرية التسوية دون قيود بعد خمس سنوات يسمح القانون الجديد الصادر في البرتغال في نهاية عام 2018 لمقدمي طلبات التأشيرة الذهبية لطلب المنسية البرتغالية مع جواز سفر الاتحاد الأوروبي بعد خمس سنوات فقط يحق لك الإقامة في دول شينغين الـ 26 التالية كم يكلف الحصول على التأشيرة الذهبية البرتغالية؟ 532.7 يورو هي رسوم المعالجة عند تقديم الطلب متبوعة بـ 5324.6 يورو للشخص الواحد تبلغ تكلفة التجديدات الثانية 2666.3 يورو لكل منهما بالإضافة إلى 532.7 يورو رسوم المعالجة علاوة على ذلك هناك رسوم قانونية تصل إلى 30 ألف يورو ونفقات تقنين وترجمة المستندات الداعمة هل هناك شركات غير موثوق فيها تقدم التأشيرة الذهبية البرتغالية؟ نظراً لأن الوسطاء العقاريين يمثلون البائع فيجب عليك تعيين وكيل محلي مستقل للحصول على أفضل العقارات الموجودة في المدن الرئيسية في كثير من الأحيان تقدم شركات المحامات العقارات مقابل مبلغ يبلغ 500 ألف يورو والتي هي في الواقع تبلغ قيمتها 450 ألف يورو أو أقل لذلك لا تقبل العروض الخاصة أو عروض رسوم التأشيرة الذهبية المنخفضة سيقوم محام مستقل بحمايتك من وكلاء العقارات الجاشعين الذين يبيعون عقارات بأحيضة الثمن في نهاية اليوم ستمتلك العقار الذي تريده حقاً في ظروف السوق ما هي فوائد ضريبة التأشيرة الذهبية البرتغالية؟ حق الإقامة في البرتغال مع برنامج التأشيرة الذهبية البرتغالية وبرنامج الإقامة لأغراض ضريبية وما شيئان مختلفان نظراً لأن تصريح إقامة التأشيرة الذهبية البرتغالية لا يفرض وجوداً مادياً باستثناء سبعة أيام في السنة فلن تصبح دافع ضرائب عادياً في البرتغال يمكن لمقدمي طلبات التأشيرة الذهبية الاستفادة من نظام ضريبة الإقامة غير المعتادة للسنوات العشر الأولى اعتماداً على إقامتهم المعتادة ومعاهدات الازدواج الضريبي المعمول بها يمكن تحسين الضرائب الدولية على أساس كل حالة على حدة وتتعاون كابوتو أند بورتنرز مع البروفيسور سيمويس باتا محامي الضرائب الدولي في ساوباولو البرازيل لذلك لدينا أكثر الحلول كفاءة من حيث الضرائب لمرشحي جولدن فيزا البرازيلي الذين يدرسون برنامج تأشيرة الذهبية البرتغالية ما هو الوقت اللازم لتجهيز التأشيرة الذهبية البرتغالية؟ نظرا لتحسينات الكبيرة التي أدخلت على إجراءات التقديم عبر الإنترنت فإن مدة تأشيرة البرتغال الاستثمارية محددة بخمسة أشهر كيف أصبح مواطنا من البرتغال وكم من الوقت يستغرق ذلك؟ بموجب قانون جديد تم تخفض مدة ملح الجنسية بناء على برنامج البرتغال للتأشيرة الذهبية من 6 إلى 5 سنوات فقط تعني استحقق اللنسية بعد 5 سنوات برنامج المواطنة البرتغالية عن طريق الاستثمار مقابل مال أقل إنه برنامج التأشيرة الذهبية الأوروبية جولدين فيزا البرتغال هي وحيدة من أفضل برامج التأشيرة الذهبية ومع ذلك هناك بلدان أخرى تقدم برامج تأشيرات ذهبية جديدة أفضل برنامج لك يعتمد على وضعك العائلية وعملك إذا كنت تبحث عن أفضل برنامج يغطي احتياجاتك وتوقعاتك فاكتب لي بريداً إلكترونياً وحجز اشتشارة معاً سوف نستكشف أفضل الخيارات الخاصة بك دعنا نذهب ونبدأ تعاوننا إذا كنت تريد معرفة المزيد عن التأشيرة الذهبية وحماية الأصول والمواطنة عن طريق الاستثمار والخدمات المصرفية الخارجية أرسل لي رسالة عبر البريد الإلكترونية على أو اتصل بي وسوف أقدم لك آخر التحديثات حول المواطنة من خلال برنامج الاستثمار والتأشيرة الذهبية والمزيد من المعلومات أطلب الآن الرقم 00414-121-24404 وتحدث معي كنت رياً وابقى ثرياً أتمنى لك يوماً سعيداً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر